السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من ليرن انجليش والسلمة النهاردة هناخد نطق الحروف دي فيه ناس كتيرة هتفكر ان هي تنطقها صح لكن للأسف فعلا فيه ناس كتيرة جدا بتنطقها غلط وفيه ناس ممتازة في الانجليش وبرضو بتنطقها غلط طيب نطق الحروف دي ايه؟ فيه ناس بتقول على اول حرف ده اي لأ اسمه اي اي التاني ما اسمه جا ولا جي اسمه جاي جاي هتحسوا ان فيه دي سغنانة كده صوت ده سود ده اسمه كده او صوت دي سغنانة قبل ما نبدأ الحرف حتى لو هنقول كلمة وظيفة ما اسمها جاب جاب هتلاحظوا ان فيه دي صغيرة قبل الحرف اللي الحرف اللي بأكده اسمه كاي مش كاي 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 بعد كده جي برضو هتلاحظوا ان فيه دي صغيرة زي كلمة بيدج هتحسوا ان فيه دي في النطق بس مش مكتوبة دي دي بسبب حرف جي ده اسمه حرف جي جي في دي صغيرة برضه قبل الحرف الحرف اللي بعد اسمه بي بي مش بي بي تاني لكن ده بي هت لازم يبقى فيه هوا كده بيطلع عن الشفاف الحرف اللي بعد كده مسموس اتش مفيش حرف في اللغة الانجليزية اسمه اتش اسمه اتش اتش بعد كده حرف ال ال يبقى هنقول الحروف تاني بسرعة اي جي كاي جي بي اتش ال دي الحروف هناخد امثلة مثلا زي كلمة زي كلمة جوب زي كلمة كمات جون جون في دي صغيرة قبل الجي بكلمة بيج بيج انت تحسون في دي برضه بس مش موجودة ده برضه بسبب حرف جي زي كلمة برضه بي بول بي بول ده ال بي لازم تطلع بيطلع هوا كده من الشفاف وده كان نارس النهاردة طمان هتكونوا استفدتوا وتابعوني السلام عليكم ورحمة الله